مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيكم بحلقة قديدة من برنامج سيرة وذكريات ضيوفنا دائما فيهم شيء مميز وعندهم الكثير من ذكريات أيام زمان وأتوقع أنه كل شخص مننا ينظر إلى هذه الذكريات بما يتناسب مع متطلبات حياته اليوم رحلة مختلفة مع ضيوف قديد اقتصادي عميق ومثقف بارد مرت حياته بكثير من المراحل المختلفة وكل مرحلة صنعت وصقلت فيه خبرة ومهارة ظهر أثرها مع الوقت حياة والده العصامية كانت إلهام له في كثير من أمور حياته كان طموحه يدخل شريعة وقانون بس مع الوقت تحول هذا الحلم إلى حلم أدبي جميل عمل ما بين وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التقارية والشركة النفط عين نائب وزير التجارة والتموين كاتب اقتصادي وكاتب قصة وشعر وله مؤلفات عن ذلك ضيفنا لليوم من مواليد قرية بني غازي تعز 1947 نرحب مع بعض بالأستاذ علي عبد الكريم أهلا وسهلا بك سيد علي أهلا أهلا وسهلا بكم بالخير شرفتنا ونورتنا في سيرة وذكريات شرف لكم معكم الله يعطيك العافية أستاذ علي ولدت في تعز ونزلت وعمرك تقريبا خمس سنوات إلى عدن إيش الذكريات الأولى اللي موجودة في ذاكرتك في هذاك العمر عن عدن طبعا والمرة أنا سعيدة أن أكون معكم وهذا اليوم سيكون لنا حديث شقيه معكم بالتاريخ هنا ما يتذكر المرء وأنت تسحبين إلى أيام انحلت وأيام الطفولة ترتكز بعض المعالمها ونتيجة لأن البون شاسع بين اللحظة وتلك الأمور وأتذكر جيدا لحظة النزول إلى عدن وأنا بقيمة كما ذكرتين الخامسة من أولى لا أتذكر كثيرا إلا أني وقدت نسف حقا في مناخ جديد كل ما يعني هذا الأمر أنا أتذكر في تلك اللحظة التي حطت فيها قدمي أرض المدينة الجميلة التي عشقها وأحبها مدينة عدن بهرت بكل ما فيها من الصغار يعني وحينما أخذني أخي الأخي الأكبر إلى منطقة سكننا في كريتر في حي يسمى حابة القاضي هذا الحي احتضرنا طويلة يعني وبدأت فيه أكتسب معنا أن يعيش الإنسان بين مرحلة لم تكن فيها أي مستمسكات العقل يدركها وبين عالم في كل شيء يبهرك مدينة وإذاعة ورائد وناس من أمر آخر والدي رحمه الله وأسكانه وقناته من قيلة الرائلة الأول قيلة اليمنين الذين امتهنوا الهجرة تعرفين أن اليمن ميغرافيتها بقلة أمطارها ظلم حكامها كانت طاردة لمن فيها وكانت الهجرة هي المآل الذي يلقون إليه حينها كان يخبرنا عن حادث حياته قال لأنه هجر عبد البواخر راح إلى الهند وغيره من زملائه ذهبوا إلى ريطانيا وإلى أمريكا ومن الهند راح إلى جنوب شرق آسيا وامتهن كثير من الأعمال هناك وبعد فترة من الكفاح والنضال والمتاعب قال عادة وتزوّق في الأربعينة تقريبا ثم انتقل إلى أولا جبوتي لم يستقر به الحال ولم تعقبه أحوال جبوتي يبدو لأنها كانت أكثر بؤثا من اليمن فرجع قال يرجعنا إلى منطقة سمهر الراهدة أيضا كانت طاردة ولهذا كانت عدن هي محطة الأقدام ثابتة ومن الأربعينات كان الوالد حريص على أن التعليم هو الحضنة وهو السفينة وهو المنقذ لكي يربي جيلا غير جيلا حريصا على أن نكون من من يمتهنون عبر المدارس وعبر التعليم وكان حريصا أقول أن نتعلم القرآن وبطريقة الإنسان البسيط كان يسر على أن ما يقراه لنا لابد أن نحفظه غيبا وما بالك إذا لم تحفظ الوالد كان من النوع الشديد فتربت عندي حادثة الحفظ من هذا الأمر حفظت العزاء الأولى ثم بعد كده دخلت إلى المدارسة الزدائية وبدأت أجمع بين الأمور التي لها حصلة بالعلم الحساب الجغافية بالآخر هذا كان حتى تقريبا إلى 58-59 كان في فرصة قال لماذا لا تزورون للبلد وفعلا قمنا بزيارة حاطبة من حينها قررت أن لا أعود كانت تحلى شاقة شاقة بكل معنى الكلمة إلى أين هذه الرحلة؟ من عدن لم يراجعنا إلى نفس المعلمات عبر الطرق وعرى وجبال وخبط الرقاع وما أدرك ما خبط الرقاع أنا أتذكر أني في 59-60 بدأت عندي إمكانات أن أكتب أذكر وأنا في أول متوسط أو كذا كان يقرر لنا مبارئة للإلقاع وكان أحد المدرسين الذين لازلت أحفظ لهم يعني ذكريات باللود والإحترام وهم من السودان الشقيق أستاذ مكذوب محمد علي مكذوب حببني للغة العربية على يده تلمرت وتفقهت في النحو جيدا وعلم العروض وأذكر أول كلام كتبته كان مقالة حول من أمراضنا الإجتماعية من أمراضنا؟ الإجتماعية وتأولت فيه أمر كنت أشيري لأن مرض القاتل شكل ظاهرة إجتماعية تأخذ من أموال البسطة ومن أموال الميسورين وقتا ومالا ونحن مدعا لكي يعني نواقه وهذه مهمة الأجيال المتعاقبة في هذا الأمر قيل لي وما همن الزملاء كنت يا علي ترتعش قلت شوفوا الإنسان حينما يجد نفسه فجأة أمام حبيبة أو معشوقة يرتعش والكتابة والإلقاء أكبر هالة من أن تجد لا ولهذا كان يعني تعبير عن مدى احترامي لهذا الأمر لكن قالوا في نهاية المطاب تماسك قلوا طبعا يعني المرء يتعلم من اللحظات ومن يومها استحسنت ورأيت أن أستمر في هذا المجال طيب ما بين هذون المراحل مرحلة الابتدائية درست في عدن هل كان لك مواقف مع زملاء مدرسين مع الأسرة أي مواقف تخص هذه المرحلة من الابتدائية إلى آخر الابتدائي سادس ابتدائي أو ما شابه هل كان لك نشاطات عندك ميون لشيء معين لا شوفي أيامها أيامها في هذه الفترة بدأت من فترة 56 حينما قام العدوان الثلاثة على الجمهورية العربية على جمهورية مصر ونحن لسا لا أطفال يعني يعني سرى في دمنا يعني شعور يعني فياض بالانتماء والعروبة والإحساس بأن بلدا يعني يضرب وكان أجسادنا تضرب فكنا يعني نتفاعل مع المظاهرات مع الانتقادات ونحرص على أقراءات كل ما يستقدر وكان طبعا صوت العرب يومها صوتا مقلقل وكان في الصغر يعني حينما نسمعها السعيد يتر فينا الحماس ويتر فينا وذي كان هذا أكبر وكنا حينما نقارن بين ما يقوله بي بي سي لندن أن هذه إدعاء عمية وهذه أعمال الإنجليز وعلى الذين يكذبون ونحن مع هذا الاستفاة وهذا الصوت العروبي كان بدأت أيامها يعني أصوات وطنية صوت اليمن نقابات العمال اتحادات العمال كثير من نشاطات الأحزاب ولم يكن لهذه الأفكار معنا في الذاكرة لكن كانت تولد نشاط الأحزاب من تلك السنوات إلى تقريباً ثمانية وخمسين تسعة وخمسين أنا بدأ إحساسي بالقراءة يزادوا نهماً كنت أقرأ قراءة وأقالس أستمع يعني لعقال الحافة عندنا وكذا أحد الدرر التي كانت يعني في ذلك الحي إنسان بديع وهو عامل بسيط لدى القوات البريطانية كان يعمل العمال عزيز الله يرحمه عرض ومذهب كان لديه برامج في إذاعة عدن وكان يدرك أنه يقول لي يا علي بن عبد المكرم أنت عندك حاسة أن نعمل شيء إيش رأيك أنا بأهم لك هذه البطاقة حق مكتبة ليك روح وشوف الأشياء اللي بالتعقب وفعلاً مكتبة ليك كانت يعني منهل ومغنم ذهبي استبت منه كثيراً بدأت يعني كنت ميال لقراءة القصص لأنه تفتح خيال وحينما تبدأ قراءة قصص من التراث الفرنسي المرتبطة بثورة الفرنسية أو فقراء باريس أو القصص المجتمع البريطاني اللي يكتب للبريطانيين تجد متعة لا تضعها تكاد ممكن لا تتوقع الكتاب اللي وقد قرأته خلال يوم ويومين غير هذا في تلك الفترة كانت سيرة عنتر بن شداد ورواية الأصمعي وما يدور في المحافل من مقاومة أحاديم يعني تفت تفتحت أمامنا يعني رغبة في أن نتابع سيرة الأصمعي في مقلداته كانت يعني لأن المدينة المدينة مناخها يخلق أمام المرء يعني تقلية تدفعه إلى مزيد منها كانت كما قلت أن رواية الأصمعي عن ترى بن شداد وعن القساس والمهلهل يعني ميادي الرحبة وأنا المتطلع عنهم إلى أن أقرأ فطلعت قرأت كل سيرة عن ترى وكليم وقساس وحروبهم السمرة وكانت كتابة أدبية غنية تمكن المغزون الثقافي أن يزداد كل يوم في الستينات وبعدها إلى تقريبا 62 مع تفجر ثورة 26 سبتمبر وقد تفتق الدهن وكلا كانت القرائد المتاحة في عدم كلها منصبة لخدمة هذا الحدث التاريخي الكبير وبالذات فتاة الجزيرة واللي يقضى والأيام والفجر وكثير من لكن تحديدا أتذكر أنا فتاة الجزيرة وكنت أحرص على أن أقرأها يعني صفحة صفحة وأنا في سن موكل نهم كان طبعا هذا الزادة المتحصل من القراءة وكذا منحني زيادا في الكلام في أن أحاور في أن أبني يعني من خلال موروث تراكمي أن أملك قدرة على أن أمتلك حصات الحوار والاستماع والرد والتقاوم ليش نعرف أول ما أقالك في الفنوية فرصة أن تدخل ضمن امتحان وبعد كذا حصلت على هذه المنحة حكي لنا هذه الفترة شوية أنا أيامها كنت تقريباً أفتاني متوسط وإذا بفقه أعلمت أن هناك بإعلان يقول أن هناك فرصة للتقدم الامتحان لوجود منح إلى الجمهورية العربية المتحدة عبر مكتب حزب الشعب الاشتراكي كان لمكتب حزب الشعب الاشتراكي مكتب رئيسي في حفظ المفترض فأنا كلمني أحد الشباب الغناء في اللحاق قال لي ما رأيك؟ قالوا ما رأيك؟ قالوا الله باشي فأنا بنقرب أذهب الناس عنها قالوا أي واحد يمتحن 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 لأي حد في امتحانات بانقريها في كلية بلقيس لأربع مواد لغة الإنجليزية والرياضية والغرافية والتاريخ والذي ينقح وكان في منح للجمهورية العرب والمتحدة والعراق ولدولة أخرى أنا مش عارف كده طلعت عندي في أم القنن براسي أنه إذا ما فيش مصنة باروحش وقالوا منتحاناتك مش عارف ايش مصنة قالوا لي قادك تشترض عدم هلوش خلوا مرة متحنوا بعدا عالا ايو امتحنة والحمد الله كان فعلا امتحان امتحن لا واسطة ولا حد معروف لما القنن ايو امتحن زي باتك امتحنا وقالوا النتائج ستدعتي بعد عشر أيام ايو وفعلا بعد عشر أيام طلع وقعت 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 يا ابن عبد الكريم اسمح طلع من الناقعين استعد انت باتروح أنا ذو هلت حقيقا ذو هلت وكل مصعوق طلع كله ابوك مجداري مجداري حتى أخي الكبير لم يكن عام أخي الكبير كان قد خلص كلية عدن ويشتغل مدرس في مدرسة في سمام مدرسة مرتسة القطيع قلت له شوف انا حصلت منحة ايو اياما كان الاتحاد العمالي يعني أحد الأعمدة السياسية الوطنية في اليمن كان أيضا يوفد منح إلى الحارق إلى سوريا للدول الاشتراكية كما كان بعض التنظيمات سياسية ومنها اتحاد الشعب الديمقراطي وأحزاب أخرى قالوا لي انت كيف حصل لها قلت له الله حصلت عن طريق الحزب الشعب الاشتراكي ودخلنا بتحنى ونك فين وقالوا لي خلال عشرين مجهزنا سك قلت له ها قال صاحب أنا أعلم أم sizi كان أنت في سنة 60 قد نقلنا نحن قد نحن سا vá Ho dicen الفي آر Q bomb. وبعد كده نقلوا الى خورمكسر قريب من السشفى الملكة بعد كده من السشفى الجمهورية قال له بعدين قال لي ايش نعم انت باع تروح تروح موصر ما تسوي قلت له باع نتعلم قال لي يروح قلت له ايش روح اشتو بيات تذاكر قال لي طيب ما يقع خير انا باي ساحل بعدين قال لي الاخ محمد ان الله يقلي هو في سوريا لان اخي الكبير الله يعطيت صحة قال لي باع ندبرها كان معي كان معي واحد زميله في عمره اكبر مني كمان في عمره بعمر اخي عبد الكريم طاهر الله يحفظ انذا كان عادوا عيش انا ابعثوا التحية قال لي بيكون قلت له شوف هذا اعتبره زي احوك الصغير ايه اكبر مني صغير يعني وقلت له بس هو كان في مصر يعني لا 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 امتحن معي وقده كان مدرس كان مدرس مع اخي بس يعني قرر انه ايه ايه قال لي خلاص باتروحوا مع بعض دبرني حق التذكرة وقطعنا تذكرة وخذنا قليل مصروف وش وقيت يعني خذنا نامين شميز وثوالين وكذا وكأننا رايحين يعني في رحلة بارحب عسيني وبانرقع يعني ايه 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 فهم باتتسكنوا فهم لا انا كان عندي زملاء قد سبقونا اقول يوم قبلها تقيبا كم شهر الى ذيارة الى انا قالوا قلنا له مالله شو باحتمان قالوا ولا يهموا اذا حصلتوا تعالوا من العين دي والعين دي في معانا احنا بيت لازال بعضهم عايش بعضهم قطوف والله ارحمهم لكن كانوا يعني من الفؤاد والله اسرع قالوا لي باتتسالقاهرة هذا العنوان وكانوا ساكلين في المنيل سكننا والله الحمد الله ووصلنا وصلنا الى مطى القاهرة هكبنا تاكسي وصلنا الى منطقة اسم المليان 16 شارع بكر الصدفي وذاك يوم كان يوم من عمري كما يقول لا ينسى صحيح انجاز انجاز وانه كانت ان ترى مصر حل ان تسافر الى مصر من اكبر الاحلام ان تتعلم في مصر قد يعني هذه قمة لكن ان تسويهم مرة واحد دخلت القناة وانا يعني سويتهم مرة واحدة وبعد كده ستي من حين بطعت قدمي ارض مصر في عام 63 حتى تخرج من القامعة في عام 70 لم ابرح القاهرة الله نعم وانا ضيق لضيق بات اليد لانه ونقحت في التنوية العامة نقاح كويس باهر وكل شي لانه لما انتحنونا هنا معادلة كان مستوانا ممتاز ودحلت يعني اول ثانوية في مندسة الفصوات الثانوية وكنت اليمني الوحيد فيها وكان ايامها يعني الاخوة المصريين يعني نشكرهم على كل الدماء التي قدموها دفاعا عن الثورة اليمينية سبتمبر اكتوبر وكانت يعني علاقتي بينهم كأننا يعني في وطن يعني والمهم خطت الثانوية العامة بنجاح ودخلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كنت الشي تدخل محامة في فكرة المحامة دي كانت وانا في عدن تراودنا المحامين كانوا من غالبا هنوك وفي بعض بدأ يعني من ابناء عدن ومن اليمين درجة هذا المقال يعني هكذا تملكتني فكرة ان ادخل هذا المقال لانه في دفاع عن الحقوق فيقول لي اللقنا اللي اشربت على الامتحانات وقال لي بس المحامة في عدن هنا بتحتاج لغة انجليزية وانتو هنا لغة عربية وباتروح تدد في مصر لغة عربية قلت له لا الوحال بيتغير بعد بقيت بقراش المدينة بيتحرر المدينة بيتحرر والاستعمار بيروح وباترقى على اللغة العربية لكن هذا الاشياء تغير بعد كده من مخيلتي واخترت مقالة علم الاقتصاد لانه كنا نشعر انه البلد في حاجة الى خدمة العلوم التي ترفع شأن نيمن في كل مناحي الحياة في الهندسة في الطب في الاقتصاد وانا ما كنتش احب الرياضية واذا بكلية الاقتصاد فيها فيها الرياضات واحصام اجهدتني الحقيق والله بقيت المدينتين ذول معي الى سنة رابعة ولكن بعد كده خرجت اليوم بتفوق تغلبت عليهم وهذا كان هو شأني لماذا خطبت مقالة الاقتصاد بالرغو انه كلية الاقتصاد السياسية اياما كانت كلية محدودة العدد لا يزيد عدد دعاء كل اقسام الثلاثة اللي هي علم السياسة واقتصاد واحصاء لا يزيد عن 180 الان فيها بالآلاف بالآلاف وتتلمذنا على ايادي من ذخيرة مصر العظمة محمد زكي شابعي وطرس غالي ومن الاسماء الكبيرة يعني الحقيقة كملت البكالاريوس درست الاقتصاد الاقتصاد ورقعت بعدين في عام سبعين زيك زي اي حد متخرج يبحث عن عمل فعين توقهت في البداية بعد التخرج يعني يمكن هنا كنا دفعت جينيو 1970 اذهب شهرين يمكن واتبنى مرة ورقعت الى عدن ومع الزلماء الذين كانوا معنا هنا وايامها قد كنا على احتكاك بكامل الحركة الوطنية وحينما عدنا الى بلد يعني انا اخترت ان اذهب في مجال تخصصي وقررت ان اذهب الى وزارة اقتصاد الصناعة حينها كان وزيرا لها طيب الذكر وطال الله عمره استادنا ورفيقنا وقائدنا لا زال موجود هنا معنا أستاذ أنيد حسان يحيى أمين حزب البعث ووضع المكتبة السياسية الحزب الاشتراكي وذهبت أنا وصديق عزيز يعني من قيادات تحت الشعب الديمقراطي الى قال لي سنقدم في قيد الاقصاد وقبنا في وزارة وقبنا في وزارة الاقصاد معا ومن هناك بدأت حياتي العملي بدأت عملي حياتي في مجال الرقابة عن نقد لمدة عامين اكتسبت فيها خبرة حتى الآن اكتسبت فيها ذخيرة وخبرة تشكل مرتكز في مجال النقد والبنوك المركزية وعلوم المصارف زادت من معارف التي تعلمتها في الارتصاد وبالتحديد من كتاب بنوك ونقود وهذا كان تجمع بين النظر النظرية والمبارسة بعد العامين لقيتما في الرقابة عن النقد وتعرفي مناخنا السياسية كان كلها مشاحنات ومشاحنات إما من النوع اللطيف وهو نادر ومن النوع الغلاله هو كثير وأنا أصابه النوع الآخر ولم يستقر بالحال في الرغابة عن النقد مفارقت دفعت به إلى مجال آخر انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والصناعة كان على رأسها المرحوم العزيز زين الشباب الذين افتقدوا افتقدوا البيت كلها طفيقنا عزيزنا عبدالله عزيز عبدالولي كان زميل دراستي وكان من كوادر القبهة القومية هو كنا ندرس معا هو ذهب في مجال العمل السياسي ثم انفصلت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى وزارتين وزارة الصناعة ووزارة التجارة والتومين في وزارة التجارة والتومين أنا لفترة تربعين عامين تقريبا كنت مسؤولا عن قطعة التجارة الداخلية كلها وقطع متعب وعلى علاقة بمحتاجات السوق ومشاكله وكل شيء بعدها ذهبت إلى في منحة إلى المقر للدراسة عينت أنا قبل مجيء إلى بعد منها الدراسة في المقر عينت نائبا لوزير التجارة والتومين استمرت نائبا لوزير التجارة والتومين إلى قبيل عام 1986 المحطة الكارثة هذه المحطة الكارثة أنا يعني في حياتي مرحلتان لو إحداهما حصل فيها اختلال في الموازين يعني كنت ذهبت من هذا الحياة الأولى حصلت لي في عام تسعة وخمسين حينما ذهبت في أحد الصباحات أقلب للأسرة فطارا من منطقة نائية من منزلنا وأنا عائد وأتذكر الموقف شيء جيدا كنت أسوق عقلة وأنا للوسط بين الإخوة أتذكر وماذا المشهد كاملا أنه يؤشر لسائق سيارة نقل أنتبه أنا ولم أقد نفسي إلا في عصر اليوم وأنا طريح مستشفى الملكة أن السيارة دهمتني السيارة دهمتني وبعد أن بحضت الأسرة عني في كل الأقع قيل لهم أن سيارة اندقت صبيا هنا وراح مستشفى الملكة وقسيت تقريبا ثلاثة أيام حصل لها يعني كان هنا الحمد لله قدر والأطف قدر الله والأطف وهذه يعني كتبت لي حياة جديدة في ستة وثمانين في المواقع ستة وثمانين أنا خلقت من جديد لأني كنت سأنتهي مع كثيرا من الذين انتهوا ولكن أيضا كتبت لي حياة جديدة والحمد لله يعني لازمنا أحياة نرزق ولأقلب لدنا نعمل أستاذ علي في خلال كل هذه المخطات اللي مليانة قصص ومليانة كفاح في مقال عملك في مقال الاقتصاد ومدى رغبتك في المساهمة في نهضة الوطن قولا وفعلا جانبك الإبداع هنا فين كان هل تركته لفترة ولا كان لك ممارسات بالتزامن مع هذه الأشغال بما يتناسب مع يعني أثناء دراستي في الجامعة بدأت أكتب ويمكن كنت أنشور في صحيفة الوحدة لطيبة الدكتر محمد عبدالقبال ولكن كانت هواية هواية بعد المحطات الوظيفية التي توليتها كان لك تعيين في جامعة الدول العربية وبعدين اختفى هذا التعيين أو تم إلغاء أو شيء من هذا لا 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 ما لدي أنا أولا في الجانب الإبداعي استمرت وأنا في عملي في القطاع التجاري كله استمرت أنشور وأكتب في القرائد وفي المقلات في مقلة الثقافة الجديدة وكنت أنشار في صحيفة صحيفة العمان وصحف عديدة أكتب قصصا وأكتب دراسة اقتصادية وأكتب أيضا مقالة السمر هذا الأمر لكني لم أفكر في أن أقمعه هذا الأمر انسحب مقاله ماي حتى وفدت إلى جامعة الدول العربية بعد أن تم تعييني أمينا عما مساعدا بجامعة الدول العربية في عام 98 أو آخر عام 98 وبدأت العمل في الجامعة في عام 90 قبلها كان هناك كان لي ترشيحا أن أكون أمينا عما مساعدا لمقلة الوحدة الاقتصادية في الأردن وطبعا قدم ترشيحي وكنت من المرشعين كان هذا قبل أن انتخب لجامعة الدول العربية ولكن أيامها كان هناك بعادة لدور مصر العربية المرحبية دائما أن تعود إلى جامعة الدول العربية وأن تعود إلى جامعة الدول العربية إلى عام 98 فتم ترشيح أحد الأخوة العزاء عمينا عما في المقلسة الوحدة الاقتصادية فطلب إلى جمهورية الإمارة المقبلة الشعبية أن تتنازل على فقيل لي قلت لهم لكن طالما قد كرنت بهذا ترشيح فأنا يكفيني هذا والباقي عليكم جميل جميل فتم بعد كده أذكر الأخ ياسين سعيد أمان كان ياما رئيس الجراء قال لي حالي الفرص كثيرة واستمر تعييني في الجامعة الدول العربية رضح من الزمن دون حراك كلمته محدة مرات وزيرنا السابق عبدالعيز الدالي طيب الله ذكره الله يرحمه قلت له أستاذ عبدالعزيز لا يلدع مرء من انجح لهم مرتين لا أريد أن أرشح ثم يسحب ترشيح أريد أن أرشح ثم يسحب ترشيح أريد أن أرشح أول من بارك لي عندما طلعت عين كان هو ختم بالله وكثير من التهنيات أتتني ومن القلب كانت التهنيات وأنا طبعاً أجامها قد كان نقلت من نائب وزير هذا بعد سوى ثمانين كنت أميناً عمل للورفة التجارة وصنعها في عدن ثم رئيساً لشركة النص للتجارة الحرة طبعاً أتقال من درجة وزير لكن في السياسة لا تسألي من السياسة لها متاعب ولكن حينما انتقلت إلى جامعة الدولة كأمين عام مساعد وقدت فرصة كي أعيد تجديد كل ما كنت أحلم فيه عملت في كل مجالات العمل في الجامعة الدول العربية أمين عام مساعداً للشؤون المالية والإقصادية وفي مجال الرقابة المالية وفي مجال الرقابة المالية أدخلتني في مشاكل أجمة أنا من الناس الصارمين لا أقبل على الإطلاق المداهن ولا أقبل المقاملة قد يكون هذا أحد متاعبي ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشؤون المالية ودارة وإذا بها أكثر بلوة ومن جانبنا نحن اليمنيين لأنه كان يقال أن أنت اليمنيين مسؤولين عن الجانب المالي والتوظيف وكان من كل له شاردة واردة يعتقد أن بقرة قلم الدكتور علي سواء وكان من له قضية ويريد أن يحل مشكلته على عسابي وقد حولت أوراقك إلى الدكتور علي وهو الذي لأفضل أنا دفعت هذا الأمر صحيح أنا أول مرة أقول هذا الأمر دفعت ثمان باهر كثير شوهت بواقبي أنه أنا كنت لأخترق النظام وأن أي تعيين في الجامعة لا يتم من له أفقا للأطر والدولة تعين واللقان تختار لكن أنه أنا أو فلان يكفي أنه مكانة الإنسان أمام نفسه تبقى راضية بعيدا عن كل شيء الحمد لله بعدها كنت أمين عاما سنوات ثقافية والاجتماعية مكثت فيها خلفا لصديق عزيز من ليبيا ضوعة لسويدان مكثت فيها تقريبا حتى تركت الجامعة وبين هذه الموقع أهد إلي في أحد المرات أن أكون أمين عاما مساعدا لأن أخلت هذا الموقع فقيلة أنتم لماذا تبحثون وهنا كادر من كوادر الجامعة مؤهل أن يكون لماذا؟ لأني كنت أحضر كل الاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية ممثلا لكمهورية الإمارة النقاط الشعبية وكنت فعلا يعني ملما بي فأهد إلي بأن أتولى لفترة محدودة الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية يعني كولا لي هذا زادا وعلاغا ولكنه كثف لي من العدى أستاذ علي بالعودة إلى الجانب الأدبي ما هي الألوان التي تكتبها ما بين القصيدة وما بين القصة أنا ميال القصة القصيرة يعني بشكل يعني إلى حد ما فيها إحاية وفيها أغمور المقالة الاقتصادية أنا طبعا هذا مجالي في المجالة الشعري والإبداعي يعني أود أن أكتب باللهجة العمية وفضلها ولكن لا أمتهن العربية الفصحى ولا أخذ بالقواعد لأنه أنا تعلمت على يد الأستاذ مكذوب أن البحور تحترم ولكن إن كان للبحور عبر الإيقاع والسمع فالإثنان يصنعون بحرا ولا ضير من أنه إذا تركت العمود يكفي أن يكون الوزن عبر السمع وعبر المتانة اللغة إيصالاً للمعنى وقودة الكلمة كتبت كثير من القصايد بهذا المعنى وقربت كتابة المسرحيات وبأسلوب شعري يجمع بين إثنين الشعبي والعربي وليه في هذا المجال عملان الأول كان اسمه أسميته كان ذات النطاقين هذا يمكن في 85 أو حبل حتى 86 أما العمل الآخر وأسميته البئر وهو عمل عميق ويعتبره أنا من قواهر حياتي وهو يترجم كل مسار حياتي وحياة اليمن والبئر هو بالمسطرح لا أخذ دولة اليمن وكامله وأنا تواق إلى أن يجد طريقه إلى المسرح التمثيلي وأسعى مع هذا مع كثير من ذوي الإختصاص في هذا الجانب ليه دوامين أخرى دوام آخر بعنوان للحروف أقوال أخرى والشعر الأخير والديوان الأخير بعد دوام محمد الدرة كان بالعامية وبالفصحة الجزء اللي بالعامية كان بالعامية المصرية ومحمد الدرة كتبته أثناء استشهاد استشهاد الطفل البديع على صدر أبيه محمد الدرة أما الديوان الذي كتبته بالعامية اليمنية وهو خارطة الصميل وهو تتبع لمحطات أشناها في سنوات الحرب وهو ترقمها حقيقيا لكثير من المشاكل التي ولدتها الحرب ومسيرته الرحلة الطائر القلعق هي رحلة الإنسان في اليمن طيلة يعني مسائرة الإحلام التي كانت والتي دمرتها الحرب ولا زال أحلام أن يصل إلى نهاية سعيدة بشأنها نرجو أن يكون ذلك ممكنا وهو تحدي أمام الجميع سأقرأ عليكم مقطعا أنا كتبت قصيدة أهديها لرفيقنا الراحل الأستاذ عمر القاوي بعنوان هكذا قال عمر زمانك يا عمر كان للوطن معنا عود المتاني تعابير زمن فرحة وجوه حسان من شقرة وجوه حسان من شقرة من قبلة ماتت الفرحة شن الزمن غارة تعويضة الشيطان تأشيرة الذمة تسبيحة الملة رقصة ثعابين حروب إصبرطة كهوف مقابر قثث قتلى طرق معابر حروف مخاليف عرايا بشر لابسا زنة وجه الحسين الضحوق وجه الحسين الضحوق خافت البسمة تماسيح دمعة الصخرة صرخة بلا معنى وضاح وجه الصباح بدر تجلى يردد الغنوة يبدد حروب إصبرطة أسئلة حيرة إجابات بلا معنى البوصلة عمية البوصلة عمية رقصة ثعابين تمويلات بالشفرة البوصلة عمية تمويلات بالشفرة زمانك يا عمر كان زمن فرحة الله يرحمه هذه طبعاً هي جزء من أبيات هذا الديوان لا أعرف إذا كان لازل متسع من الوقت للأسف نحن تقريباً خطينا الخمسين هذا الديوان أو هذا الكتاب اسمه رحلة طائر القلق لمن حبي الاستطلاع عن اسم الكتاب أو العنوان شكراً جزيلاً لك أستاذ علي شرفتنا وشكراً لقبولك هذه الدعوة لم يكن معك الوقت يمكن أن هناك أشياء لا تطرقنا لها لكن على أمل أن يكون لنا بإذن الله معك لقاءات أخرى في الختام تحب تقول أي شيء توقف أي رسالة؟ شكراً لكم وأرجو أن ما قلنا أن يكون للمتلقتي مقالاً أن نكون صادقين في ما قلنا تلك أمنية أنا أتوقع أن كل ما قلته من القلب يصل للقلب دائماً حتى نراكم مرة أخرى أتمنى لكم التوفيق في هذا العمل وهو عمل يعني له علاقة بالإبداع شكراً جزيلاً لك مشاهدين الكرام بهذه الدقيقة الأخيرة نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من سيرة وذكريات على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر